قال الرسول بولوس ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لا تشاكل هذا الدهر لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح بيعمل أبصار الشيطان بيعمي الناس ولكن عندما نأتي إلى المسيح اسمع ما يقول في نفس الإصحاح كورنتس الثانية إصحاح أربعة أنا ذكرت آية أربعة لكن آية ستة مكتوب الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو نفس الإله قديما الذي قال وقال الله ليكن نور فكان نور وهنا يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح بدك تخلص بدك تعيش مستور بدك تعيش بنصرة انظر إلى وجه يسوع والذين نظروا وجوههم لم تخزى مكتوب نظروا واستناروا ووجوههم لم تخجل نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار يعني من أجلك ومن أجل احتمل كل شيء عشان لما تنظر كما يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص فإذن هذه الآن ساعة لنستيقظ من النوم التافتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأن أنا الله وليس آخر ارفع عينيك وقل له يا رب ارحمني صدقني ربنا يحمينا من الأيام الجاي ربنا يحمينا من كل الفساد اللي عم نشوفه بينتشر في هذا العالم ربنا يحمي الأولاد والبنات والأحفاد ويكونوا أولادنا تلميذ لرب إلى جيل الأجيال إلى مجيء الرب يسوع المسيح فإذن لا تشاكل هذا الدهر لألا تتشكل بحسب ضغوطات هذا العالم ويقول الكتاب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد أبد موسيقى اشتركوا في القناة